منذ اللحظة التي نالت فيها حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد دبيبا ثقة البرلمان يسود الترقب لطريقة تعاطيها مع الملفات الشائكة خلال المرحلة الانتقالية الممتدة إلى ديسمبر المقبل الموعد المقرر لإجراء الانتخابات في مقدمة هذه الملفات المرتزقة والمقاتلون الأجانب على الأراضي الليبية والتي قال عنها دبيبا في كلمته أمام البرلمان إنها خنجر في ظهر ليبيا إخراج هذا الخنجر وفقا لوصف دبيبا تصدر المناقشات بين الحكومة واللجنة العسكرية الليبية 5 زائد 5 ذاكد رئيس الوزراء الليبي ضرورة توحيد الجيش وإخراج القوات الأجنبية إذن أمام الحكومة الليبية عمل ليس بالهيئ لضمان رحيل آلاف المرتزقة وفقا لإحصائيات المرصد السوري فإنه لا يزال هناك في ليبيا ما يقرب من سبعة آلاف مرتزق من الفصائل السورية الموالية لتركيا على الأراضي الليبية تجري عنقرة كل فترة عملية تبديل لهؤلاء حيث يعود دفعة منهم إلى سوريا وتستقدم دفعة أخرى إلى ليبيا وفقا لعقود مبرمة ومؤقتة معهم يأتي ذلك على الرغم من انتهاء المهلة المحددة لانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا في يناير الماضي وقد وصل إجمالي عدد المجندين الذين ذهبوا للأراضي الليبية حتى الآن وفقا أيضا لإحصائيات المرصد السوري أكثر من ثمانية عشر ألف مرتزق من الذين جندتهم تركيا بينهم أطفال دون سنة ثمانية عشر على المستوى الدولي كان مجلس الأمن قد تبنى بالإجماع قرارا يطالب بانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا يأتي القرار بعد تنديد مراقبي الأمم المتحدة في ليبيا بوجود المرتزقة مؤكدين أنهم من أكبر العوائق أمام إنجاح المصار السياسي في ليبيا هذا وأعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيد سيقوم غدا بزيارة رئيسة